اهلا بكم في الفقرة الاخيرة والحوار مع نجمات الغطس في النادي الالي والحصول على بطولة الجمهورية في او الدرع العام وكاس مصر يعني حاجات كتيرة كده مع بعض ما شاء الله عليهم خلينا نرحب بنجماتنا كابتن هانا هاني نقع حد جوم النادي الالي والنجمات الالي كابتن هانا بنورانا ومشارفونا ومعانا يا كابتن شاهد ايمن كابتن شاهد بنورانا مرسي شكرا الفبروك الله يبارك بحضرتك وليلي ايه المنافسة بنلعب في ايه المنافسة بالزبط احنا بنلعب تحت سن انا بلعب فوق سني كويس البطولة اللي فاتت والحمد اللي طلعت تالت كويس على تلاتة متر ما شاء الله بتنطي بالعشرة متر ولا برضو بتخافي زي كابتن تارك اه لا انا كنت بنط بس هو انا حصل لي اصابة فدلوقتي ما بقيتش نطة اوي يعني لسه بنط من خمسة تلاتة عشان ازبط يعني ابني هانا بدأنا غطس ازاي بدأنا غطس غطس ازاي اه انا كنت داخل اسباحة عادي جدا كويس وبعدين عجبني شكله ماما بنطه فاستأذنت كوتش ان انا عايزة اطلع نط واخلاص عايزة اجرب نط فطلعت ونطيت انا مكنتش قسم في الاهلي من الاول كنت في نادي تاني وبعدين نجيت الاهلي اه فاستأذنت ان انا عايزة اطلع نط وهو كان ساحب بابي فطلعت ونطيت وقال لي لو نطيت هو تشاف ان انا جريئة او مش خايفة من نط فقال لي لو نطيت تاني هدخلك معانا وهتسيب السباحة فقلت له اي انا واحدة عندي سبع سنين مش فاهم حاجة مش فارق لي اصلا فطلعت ونطيت ومن ساعتها وانا دايفينج حبيته قوي بقى وخلاص مفيش سباحة مفيش سباحة لا شهد قوليلي دخلت ازاي نفس الوضع كده نفس الوضع بس انا الكابتن بتاع السباحة قال لي انت جسمك تيدي غطس اكتر من السباحة فدخلت بقى جربت وكده وكان عجبني الناس وهي بتنط فدخلت بقى ودخلت فريق على طول يعني على طول يعني من اول نطة دخلت فريق او يعني شايفيني جريئة زي انا بالظبط بس انا بخلت بقى على طول الكلام والجرأة اللي عندهم جرأة ناس بتنط غطس صح قلب 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 جامد حتنط وتعمل حركة قلب ضعيف مش هتعمل حاجة قلب ضعيف انا وانت هنقعد تحت زي كده نقعد وتفرجوا معا بس بس لكن هنط من فوق هنقيم ونقعد ننتقدهم مبتوح هنضعوشون اقول لك ابتطار اتقولي عن نجمات القدام دي بات اه نجمات مستقبل النادي الاهلي بقى لهم تلاتة عرب على خمس سنين ما شاء الله انا من تساعة ما انا جيت هم عاملين عن نتائج طيبة جدا شاركوا السنة دي برضو هم اصغر من السن برضو السبعتاشر سنة وثمانتاشر سنة هسه ما وصلوش لمرحلة الاممية اه متميزات جدا شاركوا في طولة ايندهوفن مرتين سافروا مرتين اعملوا دايك كويسة جدا باكملنا ان هم اشوفهم في الولمبياد ان شاء الله واشوفهم بطولة العالم قبل الولمبياد طولة العالم ناشئين وبعدين اشوفهم في الولمبياد ان شاء الله فتنس وغطس وحاجات كتيرة بتحصل عشان نتلعباتها الغطس مزبوط اه ايه اللي انت ما تحبوش ويليه بتحبيه في الموضوع ده في الغطس عمدد اه يعني عندي فتنس لازم اتمرن فتنس جامد جدا عشان نبقى لعيب غطس جامد جدا في ناس تجري من الفتنس تروح تلعب غطس وهكذا هو لو ما فيش فتنس فما فيش غطس يعني انا لو ما ما عنديش فتنس فانا مش هادر بقى لعيب فاحنا لسه ستيل من وحنا صغيرين بنشتغل فتنس والحد ما نفضل نبطل وحتى بعد نفضل نعمل فتنس كده كان مهم في حياتنا غير كده غير يعني بس ده برضو بتخدش جمه وبتشيل احمال واثقار عادي جدا شاهد ما فيش مشكلة بنسبالك نعم ما فيش مشكلة البنات في مصر بيقول لك هصلي ده هيطلع لنا عضلات وبتاع وحاجات كده نعم عادي ايه لانتلعب غطس فطبيعة تكون قوي لازم ما يحصلش اه عشان ما يحصلش اصابات كتير وكده الفتنس بتاع الغطس بيختلف عن اي لعبة ولا هو عادي جدا نعم هو عادي بس بيختلف شوية حاجات يعني هم قد ايه بتعودوا في الفتنس ده اه ممكن ساعة ونص من ساعتين ساعتين او يعني عادي اه اه مجلتيش هو ولا مرة من من فتنس لا كابتن طالي صغير هو بيلعب كان بيجري عطل من الفتنس شان تبعالي قولي على هوا لا كابتن طالي صغير هو لعيد ووتر بول في دلالي كان بيجري بالفتنس اوه تبتحكوا انا بتكلم جدا هو عارف صحة كابتن طالي ولا كلام صح ما كانش كان بيلعب بس لووتر بول ما كانش بيحب الفتنس قولي لي اهدافنا ايه في المرحلة جاء عشان انا عايزة سافر برا هم يعني لسه مش قوي يعني بس بنحاول نشوف جماعات برا وكده هم بس بعد ما خلص سنوائع عم ان شاء الله هم بس كده هانا قولي نفس الكلام عايز سافر بس لسه طبعا مش قادر ايخد قوي يعني لسه انا اقصت لهم تانية سنوية دلوقتي هم لسه مش عارف هيخد قوي القرار في الموضوع انه هسيب الدنيا هنا كلها وصحابي واهلي وكده لسه مش عارف عيني بس بنحاول في الموضوع يعني حسيت ان انا بكلم واحد عدها اربعين سنوية مش عارف لي حسيت ان ايكي سبتي مصر خلاص وها جلت يعني اه من نفس دالي الموضوع مش سهل يعني عشان انا متعلق قوي بكل الناس هنا بس لو شاهد سافرت معي يبال موضوع عالطف بكتير لان احنا صحاب قوي فتبدل واضح انه هما الاتنين شخصيتين قريبين اول بعض اه واضح ان انا مش هلاقي في المرحلة دي كمان سنتين كله سافر كله حايز سافر اه هما ممتبعين كل اه الخطوات اللي عملتها معها فهم متمسكين بيها انا بس عايز اتكلم على معها عبدالسلام كمان وهي مش موجودة نارضة لكن حقها اصرح حاجة هني كلا عكا تبعسل قالوا لي انت اوبر وقت وحاجات كتيرة اتفضل تاني مرة بتتاهل الامطيات لعيبة مهمة جدا عندي مقالها سنتين تلاتة بتيجي ما بتحققاش عندي غير دهب جبنينا بطولات ربنا يكرمها في البطولة الجاية واشوفها احسن واحسن واحسن ان شاء الله واشوفها انا وشاهد زيها بالزبط يا رب ان شاء الله كابتن ها وشاهد كابتن ريف سيقعد معكم اوقات اكتر لكن الموضوع جري معانا بسرعة نورتيني وشرفتيني والف أبروك على البطولة اللي فيتتين ان شاء الله بطولات من المرحلة الجاية شاهد نفس الكلام مبروك في اخر حلقتنا اكيد هشكر كابتن طاري الصغير اخوية كبير ويعني حاجة جميلة جدا ده كابتن قالي كابتن ريف سأله عن كرة القدم وهو شغوف جدا لكن الحلقة جريت بسرعة نورتيني وشرفتيني كابتن طاري انا بشكر كابتن خالد اخوية وحبيبي وصحبي وصديق عمري وعشبت عمري ورجل من الرجال النادرين اللي انا بقبلهم في حياة بشكر كابتن طاري جدا بشكر جهاز السباحة او جهاز العام الماء بقيادة الكابتن واقل عزت وفي اخر حالة نتمنى كلنا لكابتن ماء عبد السلام ان شاء الله في الوروبيات اللي جاية تحقيق مداليا لمصر في المحارة اللي جاية شكرا وإلى اللقاء